مجاملة الوالدين بالحياة عرفت شون تعتبر مجاملة يعني رضى الوالدين بالحياة تعتبر مجاملة لأن عالم ود ما يسعى عليك والديك عالم ود ما يغضب عليك ورضى الوالدين بعد ما ماتهم الله يرحمهم ميتين ويفض الموجودين هي اللي تكون واجب فأقساعات تمر على الإنسان مثلا يتأخر على موضوع معين أو شي بسبب أهله الشوف ويضوج بس مستقبلا راح يجي يوم ومن الأيام يتندم على هاي اللحظة اللي يعني ما قاعد بيها يا مأهله مليون بالمئة يا أبو شاهين ندل على الشيء إن شاء الله الله فضب عمار هذا من طيبة من طيبة هذا من محبة رب العالمين الى هالأخر موضوع على مدرجة يا مأهله ممكن والله وخلي نكون واقعين أبو شاهين نحن اليوم حتى هاي المواقف اللي تقدمها لما كوبك هي تكاد تكون خجولة يعني بصراحة هاي مجاملة مجاملة رضا الله يعني أنت لو تطلع عمرك كله أنواع المواقف ونوع لشاء يكون شيء ترى يجوز خمسة بالمئة من هم اللي يقدموا لك هيه شين خمسة بالمئة صفر بالمئة أك واحد أعشار ايه أعشار واحد راح للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال له يعني سيد ومولاه أنا أخذت أمي ورحت بيها مشي للحج يعني وفيت اللي سويت إليه قال له أنت لو تفتر بيها عشرة آلاف مرة ما توفي طلقة من طلقات الولادة أوه هذا واحد موضوع في رضا الوالدين جدا صعب يا شباب اللي أهله موجودين أبو شاهين ينصحكم مشاول الله لا يقصر لا يقصر شباب الطيبين دربالك على أهلك دربالك على أهلك لأن من يصر عندك أولاد يلا تعرف يعني إذا أبنك صخن تليل ما تنام لعدش قد تمتعب أهلك تعرفتش شون إذا أبنك صخن والله ليلك ما تنام تظل طول الليلة تفكر بي والله العظيم ما قلت لك أبو شاهين قبل قبل ما تزوج ويصر عندي أطفال كان دائما يقولون ماكو عزمنا الضنم ويحشون يا أخي ليتزوج مبناك يصر غالب أنا قلت يعني أوكي شنو هذا الشعور يعني شنو ممكن يكون صح فأو أبوك يخاف عليك أموك تخاف عليك يا أبو تشايف من التوطفل أو مراهق ما تتنعب هاي السؤال لا تطلع الظوج أنت تقول أنا أرد أطلع أبوك أبوك سبحان الله من يصير عندك ابن تحس بالشعور اللي كانوا يحسوا بي هو مو يقول لك إياها من يصير عندك طفل راح تعرفان ليش قاعد أسويهيش أنت بتاقم بنظر الاعتبار تقول أرد أطلع ويا أصدقائي يظلون خايفين علي مدروشينه بس مستقبلا من الإنسان يصير عنده أولاد إن شاء الله الله يطعموا الجميع الأولاد إن شاء الله واللي ما عد أظن إن شاء الله الله يرسقوا بهذا الشي لأن المال والبنون زينة الحياة الدنيا عرفت شو؟ يلا يحسوا بهذا الشعور اللي كانوا يكفاف عليك والله يا أبو شاهين أول ما صاروا عند أطفال قلت هسان شنو هسا قم تعرف شنو قيمتي كانت عد أبوية أمي لأن بوقتها ما تقتنع صغير وقاف حتى إذا تطلع إذا تطلع سفرة أو تطلع مرات يمكن صارة به غير دولة عمسية سفرة مجمع شوفوا عزابي متونس بس إتبالك مشغول حتى مجمع طبعا تقول بينكم إن نفسكان مثلا هسا خلا خابر شوفهم تغدى وتعشى وعرفت شو؟ كيف مع أهنة ربونا في ذات الوقت رائد بأيام الحصار اللي يلاقي بشان يطلع من الصبح وخبزة ماكو والله يطلع من الصبح للليل يشتغل على مود يوفر الإبنة ملابس مال مدرسة على مود ما يعني يصير منظرة قدام أصدقاء مثلا أولاد التجارة وغيرهم يحرم نفسه من اللبس على مود يشتري لجنطة ولبس روح بي للمدرسة والله والله حرفيا مثل ما قلت أزيدك من الشعر بيت أبو شاهين أنا قبل الخلفة أي يعني أنا ربك سبحان الله لا أغا عندي غريزة الخوف والله العظيم صح فقبل الخلفة أروح أطب بأي موكران وتت تدري مرين بفترة طائفية ومرين مو صح لو أنا غلطان صح والله تشنت ولا شادراس وين تقول لي يروحوا ياك أطب بأي منطقة يصير ما يصير عالقب مكان منطقة بيها تفجيرات ولا أهتم بيت أروح على عمى عيوني يا أخي سبحان الله من صار عند أطفال حتى حاس نفسي جبنيت والله بالسيارة ما تنفي سريع بالسيارة ما تنفي سريع والله والله جبنيت قال أبسط أبسط موقف يصيرون بين عيوني صح قلت فالله عجل قلت هنا ويحبونهم حيث اننا جبناه على أهل وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة يعني هاي الآية لها تفسير يعني ربي ارحمهم مثل ما ربونه منانا جت صغير يعني لازم ما احد اشقد ما يسوي الامة وابوه ما يجازيهم قطرة بمحيط عظيم والله انجبان على ناس مثلا مرات يقول اريد مثلا واحد داب ابوه بهذا دار العجزة او داب والتب دار العجزة هاي هاي كوارث هاي ابو شاهين طوارث هاي من تشوف القصص بالبرامج غير ياخنه ما استوعبها مراتي حيث تنثيل هي صدق موجودة هي صدق موجودة بس من قد ما صادمة ما تقدر تقول ايه صح وهي شي والله مراتي قعد اقول معقولة يعني يصير شون يعني شون والله ما داع عرف يعني هذا زوجت لانسان انت طول عمرك شون تبقى تنام بالليل وضميرك وهذا ما عندك يعني شون حياتك تمشي انت مرات تسوي موقف صغير ياخذوا ياك اشهر ضميرك ممرتاح صح له لا والله صحين سين شون ام كبو ما قد حسبيه الا من يفقد يعني الله يحفظ الموجودين الرحم الميتين من يفقد هذا الشعور اذا اقلك على شغلة ما تصدق والله مرات بينه وبين نفسك ادي تليفون قديم يعني من توفى والدي انا ذا بيت اذاك التليفون اللي انشانت بيناتنا رسائل وتسجيل الصوت وهذه مرات يصر عدي اشتياقك قعد باليل والله شغل التليفون اسمع بصمات الصوت هذة بس يقول خلاصيها سنة الحياة عرفتش شون يعني الانسان لا وقت مرد قلبه شاهين بالله بالله عليك والله مردد قلبي بالقرآن لا هاي الحقيقة هاي سنة الحياة رائد الانسان يعني راح يجي يوم من الايام يموت عرفتش شون فيانا من هذا التجربة اللي اندي انصح الشباب دربالكم على اهلكم دربالك على اهلكم والله عاش تيدك